نرحب بحضراتكم مرة تانية وما زال حدثنا عن قوة مصر النعمة مستمر دلوقتي نتكلم عن فنان نجاح الموجي واحد من المبدعين اللي أسسوا مدرسة خاصة واستثنائية في الكوميديا أدواره لسه لحد دلوقتي بتمثل علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية مين فينا ينسى مزيكة وإفهاته في فصرحات المتزوجون ولا الهرم في فيلم الكتكات محطات فنية كتير ومتميزة الحقيقة عن الفنان الكبير نجاح الموجي خلينا نتعرف عليها مع حضراتكم في هذا التقرير فنان نجح بموهبته الكوميديا في أن يخترق الصفوف وأن يحجز له مكانا في قلوب الجماهير استطاع أن يلفت أنظار الجميع وسط نجوم الكوميديا فكانت أدواره علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية من منا ينسى مزيكة في مسرحية المتزوجون أو هرم فيلم الكتكات؟ إنه النجم الراحل نجاح الموجي الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده عرف نجاح الموجي في الوسط الفني باسم نجاح رغم أن اسمه الحقيقي عبد المعطي الموجي لكنه استعار اسم نجاح من شقيقه الذي كان يجبره بعشرة أعوام والذي كان يعاني من ضمور في اليدين وظل حينها الفنان الراحل يخدم شقيقه حتى رحل عام 1986 بدأ الموجي حياته مع ثلاث أضواء المسرح في أواخر الستينيات عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورا هاما في مسرحية فندو الأشغال الشقة عام 1969 انطلاقته الحقيقية على المسرح كانت بعد تكسيده شخصية الواد مزيكة في مسرحية المتزوجون والتي حققت نجاحا واسعا ونقلت الموجي من منطقة الممثل الثانوي إلى أدوار البطولة المشتركة أثر نجاح الموجي شاشتي التلفزيون والسينيما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيدا كبيرا خاصة في المسرح أهمها دوره في مسلسل أهلا بالسكان عام 1984 يعتبر هذا الدور بمثابة الانطلاق له في التلفزيون أما البداية الحقيقية في عالم السينيما فكانت في فيلم أيام الغضب والذي بسببه نال جائزة لجنة التحكيم الدولية في مهرجان دمشق السينمائي قدم نجاح الموجي قرابة 150 عاملا خلال حياته الفنية آخرها مسلسل في بيتنا كنز ومن أهم أعماله أيضا موعد مع القدر الكتكات البحر بيضحك لي الحريف وأربعة في مهمة رسمية ترجمة نانسي قنقر